عطية الله لم يلجأ إلى لجنة النزاعات وهذا ما حدث علمت القناة من مصدر مسؤول أن يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق الوداد الرياضي والمنتخب المغربي لكرة القدم لم يلجأ إلى لجنة النزاعات التابعة لجامعة الكرة ضد الفريق الأحمر كما أشارت لذلك عدة تقارير إعلامية في الساعات القليلة الماضية وأوضح المصدر نفسه أن عطي الله يعتبر أكثر متضرر من تأخر مستحقاته المالية العالقة في ذمة المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي منذ سنوات كما أنه لم يستلم ولا درهماً واحداً من قيمة تجديد عقده مع الفريق الصيف الماضي وأشارت ذات المصدر أن مدافع المنتخب الوطني ظل ينقذر لفترة طويلة توصله بمستحقاته المالية قبل أن يعلم أنه مهدد بالحرمان منها بحكم أنها ستسقط في التقادم مع نهاية جنبر الماضي ليبادر محاميه ويرسل إنذاراً لإدارة الوداد الرياضي كما تنص على ذلك القوانين المنظمة خاصة وأن عطي الله يدين للوداد بأزيد من 70% من مجموع مستحقاته منذ التحاقه بالفريق وشدد نفس المصدر أن عطي الله لم يلجأ بعد إلى لجنة النزاعات بل أخبر إدارة الفريق فقط لحماية نفسه من أن تضيع مستحقاته المالية بعدما كانت المدة القانونية ستنفذ وبذلك سيحرم من مستحقاته بصفة رسمية وهو إجراء أقدم عليه عطي الله على غرار جل لاعب الوداد علماً أنه المتضرر الأكبر بينهم منذ أزيد من نوسمين وظل ينهج سياسة الصمت لعدم التشويش على الفريق كما أشار المصدر أن عطي الله دفع من ماله الخاصة مصاريف الفحص الطبي قبل تجديد عقده مع الوداد الرياضي ومصاريف أخرى من قبله بحكم حبه الكبير لقميص الوداد الرياضي والاحترام الذي يكنه لجمهور الوداد ومؤسسته يشار إلى أن عطي الله يتواجد بمعسكر المنتخب الوطني المغربي استعداداً للمشاركة في النسخة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا